حقق معهد الكويت للأبحاث العلمية إنجازا بحثيا جديدا باستزراع أربعة أنواع من الأسماك والقشريات الجديدة التجارية والمهمة عالميا يمكن استزراعها بنجاح في صحراء الكويت وبالمزارع إلى جانب النباتات والخضروات وقالت المدير العام للمعهد الدكتورة سمير عمر أن هذا الإنجاز يندرج ضمن جهود المعهد في تنفيذ رأي سمو أمير البلاد الشيخ صباحي الأحمد الجابر الصباح كويت جديدة 2035 والمساهمة بفعالية في توفير الأمن الغذائي في البلاد